حضر موت مجدداً في الواجهة بفعل التصعيد المستمر من قبل الانتقالي ضد الموقف الحضرمي الموحد الرافض لملشنة المحافظة أو فرض أي مشروع لا يتناسب مع طموح أبنائها تصعيد يشرف عليه هذه المرة عيد روس الزبيدي من داخل العاصمة السعودية الرياض تحت سمع وبصر الإمارات التي تبذل جهوداً كبيرة لبسط هيمنة الانتقالي وكيلها المحلي على وادي حضر موت حشود عسكرية تتوالى وتصريحات قادحة في الموقف الحضرمي الموحد وتلويح باستخدام القوة لاجتياح المحافظة النفطية ما دفع السياسي الحضرمي خارد بحاح إلى التحذير من 13 يناير أخرى تلوح في الأفوق تحركات الانتقالي في حضر موت تضع الإمارات في واجهة آخر فصل من فصول مسرحية تقسيم اليمن والميدان هذه المرة حضر موت التي أدى أبناؤها موقفاً رافضاً لذلك المشروع الميليشاوي الذي حول عدن إلى ميدان للفشل والفوضى موقف المكونات الحضرمية أخرج حتى الانتقالي على المحافظة ودفع هذا الكيان المدعوم إماراتياً إلى التصعيد المسلح والتلويح بالاجتياح وفرض أمر واقع وهو ما يضع هامش المكاسب التي حققت الرياض طيلة السنوات الماضية في مهب الريح الرياض وبالرغم من رسائل الدعم التي ترسلها بين الفينة والأخرى للحكومة اليمنية والقوات الموالية لها في حضر موت إلا أن غياب الموقف الحازم من قبلها يؤكد أن المحافظة الأكبر مقبلة على سيناريو شبيه بسيناريو أغسطس في شبوى ويبدو أن المملكة لم تعد تكترث لما يحدث في المناطق المحررة وأن جهدها ينصب في الأثناء على إخراج صيغة الحل النهائي مع الحوثيين وهي الصيغة التي تسعى الرياض لانتزاع ضمانات لأمن حدودها في مقابل ترك اليمن للمشاريع الصغيرة